قضية المتقاعدين القسريين شباب بس فول الصوت هؤلاء الشريحة اللي بحدود 250 هلف اللي تمت إحالتهم قسرا هذه الشرايح يمكن أنا وصلتني من عدهم عشرات الرسائل وعشرات المناشدات ذولة صار لهم أربع خمس تشهر طلعوا ولحد الآن ما كان لمعامناتهم والآن دا يمرون بظرف حظر التجوال ذولة شنو وضعهم شنو يأخذوا الرواتب وليش يتأخرت مستحقاتهم الله يحفظك أستاذ نجم الله يحفظك بارك بيك نحن حتى نبين الأهمة طبعا الوباء اللي انتشر بالكرة الأرضية كلها طبعا حال دون قوة قاهرة بتعرف هذا الموضوع نعم بيضرب كبار السن قبل الشباب وفغار السن وفئة المتقاعدين هي أخطر فئة تتعرض لهذا الموضوع اللي صار انه تعرف من صدر قانون التقاعد في واحد وثلاثين اثم عشر لسين وثلاث عشر أحال ثلاث مواليد إلى التقاعد أي هذه الثلاث مواليد عندها حال ثلاث تقاعد حسب تقديراتها ما يقارب من سين وستعاش ألف متقاعد وحيلوا في بداية السنة في يعني بشار الواحد أي كثير من المتقاعدين ما أكمل ترويج معاملة التقاعدية بسبب عدم إكمال براءة الزمة من دائرته يعني ما وصلتنا معاملة التقاعدية بسبب عدم إكمال براءة الزمة من دائرته وقسم منهم اللي كملوا أنجزت معاملاتهم داخل دائرة التقاعد إكمال براءة الزمة من دائرته بسبب يعني سبب الأول اللي هما ماخذين سلف وقروض من المصارف والآن أكو تحرك من قبل الإخوان في البجنة المالية ومعالي سيد وزير المالية نال رئيس الجراء وزير المالية مع المصارف بحتى نحول مبالغ السلف والقروض اللي اقترضوها الموظفين يتحول إلى الرواتب التقاعدية وستقطع لكن يجب أن يعاد في هاي الوقت جدولة الاستقطاعات وجدولة السلفة وجدولة الفوائز حتى ما تكون ترهق الكاهل المتفاعدين الموضوع الثاني نعم اللي الحاكم قسم كثير تعرفها سبعت كل دوائر الدولة توقفت عن العمل الشرع في حضر التجوال فما بيقدرون يروحون ينجزون معاملاتهم حتى يسعون براءة الزمة بدل قليل كنت أتكلم مع الأخوان في البجنة المالية وقد تستطيع الأخت فت ماجدة الثنيني النائدة ماجدة الثنيني المالية نعم وكانت أكم مجموعة من الأفكار فتشبه براءة الزمة احنا في عام 2019 مثب صوتي واضح واضح نعم نعم اسمعك استاذ طبعا التأخذ من دوائر الدولة في حالة من تسبيه الأتقاعد فكان يكون قانون مواجنة نص قانون مواجنة على أنه إذا الموظف ما يقدر يكمل معاملته يعني معاملته داخل دائرة يتشبه براءة الذمة وتنجز معاملته التقاعدية ويبقى موضوع براءة الذمة معلق دائرته بعد ما تكمل براءة الذمة ترسل لنا أو مقدار الدين الذي يترتب ذمته بهذه الحالة تصرف رواتبهم لحين إكمال براءة الذمة وهل الـ 216 ألف هل الـ 216 زين الآن إش قدعتكم من الـ 216 ألف تم إنجاز معاملتهم واستلموا رواتبهم الشباب صفونا الصوت نعم من الـ 216 نعم إنجاز معاملاتهم واستلموا حقوقهم بس أكو عدد كبير أيضا بعد ما أنجز معاملاتهم موسطت بالتقاعد حتى نبلش بإنجاز ترجمة نانسي قنقر